أطلق مركز نوات للدراسات العلمية في الشمال السوري تجربة جديدة على مستوى إنتاج العلاف الحيوانية من خلال اعتماد على اكثر ذبابة الجندلس والتي تضع بيوضا تتحول لديدان علفية للدواج والأسماك خلال أقل من أسبوعين يعتبر المشروع فكرة رائدة لأتخلص من الفضلات والنفايات التي تعتبر غذاء لبيوض الذبابة التي ستتطور إلى ديدان في هذه الحجرة الصغيرة انطلق مشروع جديد لمركز نوات للدراسات المختص بالدراسات العلمية وإطلاق مشاريع زراعية نوعية في الشمال السوري مشروعه الجديد هو إنتاج الأعلاف للأسماك والدواجن من ذبابة الجندي الأسود فإن كنت لا تخشى الحشرات وتألف وجودها فابقى وتابع من التفاصيل بدأت الفكرة من حوالي سنة ونصف من خلال مشاهداتنا وقراءتنا للتغييرات المناخية في المنطقة وفي ظل أيضا انتشار مرض كورونا في أنحاء العالم لاحظنا أنه ممكن منطقة تتعرض إلى حالة من الجفاف وفقدان لبعض الخامات العلفية الأساسية اللي ممكن تأثر على الثروة الحيوانية وبالتالي تأثر على غذاء الناس بشكل معين اشتغلنا بمركز نوات على عدة أبحاث من أهم كان الزولة وعدس الماء وبن آخر كان موضوع ذبابة الجندي الأسود كطريقة لتحويل النفايات اللي هي عبارة عن قيمة مهدورة وغنية جدا نحولها إلى مادة بروتينية ممكن تدخل كخامة علفية بأغذية الحيوانات من أهم الدواجن والأسماك هذه الذبابة موجودة أصلا بطبيعتنا بالإضافة لأنواع أخرى ولكن هذه الذبابة موجودة بكميات قليلة عملنا في المركز على اكثارها لتكون مشروع ممكن يشتغل في الناس وممكن يشغل يد عاملة ضخمة جدا الميزات اللي بتتمتع فيها هذه الذبابة أنها نظيفة نسبيا ممكن يضاعف وزنها حوالي 50 ألف ضعف خلال 15 يوم هذا الشيء رقم مذهل بعالم البيا تكنولوجي أو عالم التقاني الحيوية فبمعنى آخر نحن ممكن نحول طون نفايات إلى حوالي 800 كيلوغرام من اليرقات خلال وقت قصير جدا خلال حوالي 15 يوم إن كنت لا تخشى الحشرات فإليك هذا التقرير يا هادي يسعد مساك هادي أنا بخشى بصراحة الحشرات يسعد مساك نور حتى أنا يعني واتصورت التقرير ما كنت كتير قريب يعني إلا لحظات فقط لا أخذكم لقطة أقدر تقريب ولكن هو يعني الموضوع ما لم ألوف لكل الناس موضوع الحشرات والاقتراب منهم ولكن هو بالنهاية أو هو بحث علمي وحسب ما شرح لي المشرف على هذا يعني هي المزرعة خلينا نقول مزرعة الحشرات أو مزرعة ذبابة الجندي الأسود اللي أول مرة نسمع فيها بالمناسبة هي ذبابة مختلفة عن شكل الذبابة اللي نحن منعرفها ومنسمع عنه هي ذبابة مختلفة حتى أنه نضيفة نسبيا بمعنى هي يعني يبدو بأنها لا تقف على الفضلات بشكل كتير كبير وإن كانت البيوت طبعها تتغذى على هاي الفضلات ولكن تعتبر نظيفة نسبيا لطيفة أيضا ما هي من الذبابة المزعجة اللي بيجي مثلا ممكن يقرب على الوش حتى هي موجودة بالبيئة الطبيعية ولكن ما موجودة بكميات كتير كبيرة وهون انطلقت الفكرة من المركز بإكثار هاي الذبابة للحصول على البيوض والحصول منها على العلاف أهمية مثل هذا المشروع هادي وهل هو يعني الأول من نوعه بسوريا ما أنا أول مرة بنسمع بالذباب بهذا المشروع أنا باعتقاده بحسب رصدي هو أول مرة وحتى بحسب كلام الدكتور المشرف على هذا المركز أنه هو التجربة الأولى أعتقد وهي نوعية صراحة لأنه هي يعني بغض النظر عن الجانب المهم بتأمين العلاف أو تأمين بروتين للأسماك والدواجن وحتى بعض المواشي اللي ممكن أيضا تعتمد على هاي العلاف هو فرصة كبيرة جدا للتخلص من النفايات والفضلات لأنه الذبابة عندما تضع البيوض وهذه البيوض تحتاج إلى تغذية فإنها تتغذى بشكل أساسي على الفضلات والنفايات بالتالي هي فرصة ربما تكون إن توسع المشروع وإن لقي الاهتمام الواسع وإن توفر الظروف ملائمة يمكن أن يصبح أولا ثقافة عامة ومشروع كبير للتخلص من موضوع الفضلات والنفايات لأن الفضلات والنفايات تعتبر غذاء لهذه البيوض الناتجة التي يضعها هذا الذباب وكمياتها كبيرة جدا إذا ما تم تقديم لها الغذاء المناسب وهي الفضلات والنفايات أو أي ما يمكن أي شيء يعني نتحدث عن الفضلات فكل شيء يأتي فوق الفضلات ويعتبر غذاء لهذه البيوض غرام واحد فقط من هذه البيوض يمكن أن تتحول إلى 5 كيلو من اليرقات التي يمكن أن تكون خلال 12 يوم فقط غرام واحد من البيوض تخيل الكمية الصغيرة يمكن أن تتحول خلال 12 يوم إلى 5 كيلو من البيوض أو اليرقات التي سوف تكون يعني أعلاف للدجاج والأسماك بشكل أساسي فهنا سنتحدث عن توفير مادة علافية خصوصا مع غلاء الأعلاف الذي شهدنا خلال الفترة السابقة خلال السنة الماضية وقبلها بسبب موضوع كورونا وبسبب الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة بشكل عام يعني حالة الجفاف وإن كنا قد شهدنا خلال هذا الشهر يعني تساقط كبير الأمطار والثلوج ولكن تعتبر المنطقة حتى الآن يعني أعلى المعدلات الهطولات المطرية لم تصل إلى المعدل السنوي المعتاد بالتالي ودائما هناك حاجة يعني هناك طلب على مواد العلاف وهي تعتبر يعني أعلاف مجانية في حال قام المزارع الذي يعاني من صعوبة أو من ارتفاع غلاء الأسعار الأعلاف أن يقوم بإنشاء مزرعة صغيرة يمكن أن تؤمن له جزء من هذه الاحتياجات وإن لم تؤمن جزء من هذه الاحتياجات ولكنها بروتين مساعد للدواجن والأسماك لمساعدتها على النمو والإكثار يعني بفهم من كلامك أنه تم إنتاج هذا المشروع بشكل فردي ولم يتلقى هذا الشخص أي دعم من أي جهة أو من الطمى نور خلينا نحكي عن المركز مركز نواد للدراسات ومركز قديم صراحة يعني عمره تقريبا بالأكثر من سبع سنوات بدأ هذا المركز بالغوطة لما كانت المنطقة هناك محاصرة فبلشوا يفكروا بخيارات بديلة للخروج من أزمة الحصار فالفكرة الأولى أو الفكرة اللي لقيت رواج بالغوطة هي فكرة زراعة الفطر منزليا ونحن شغلنا عن هذا الشيء سابقا لأن الفطر يعتبر هو فطر يعني يسمى اللحوم الفقراء لأنه يعني يعتبر غني بروتينيا يعادل تقريبا اللحوم اللحوم الحمراء بالتالي نشأت هذه الفكرة المركز طور حاله خلال هذه الفترة بالغوطة كان فيه عنده عدة مشاريع وعدة أبحاث بيشتغل عليها لحد ما وصلنا لهون هون اختلف الموضوع نحن ما بنحكى منطقة محاصرة وإنما منطقة يمكن تحويل هاي المشاريع إلى مشاريع استثمارية ناجحة ومشروع الفطر يعتبر صراحة من المشاريع التجارية الناجحة اللي ممكن يقوم فيه أي أصحاب الأموال المتوسطة أو أصحاب المشاريع المتوسطة يمكن أنه ينطلقوا فيه حاليا المشرف على المركز واللي هو الدكتور اللي كان يفترض أنه يكون معنا يعني بحث بموضوع ارتفاع أسعار العلاف والبحث عن بدائل أولا لتأمين العلاف وثانيا لموضوع التخلص من النفاية والفضلات فبلش بهذه التجربة نحن لساتنا بنحكي عن تجربة ناشئة صراحة لساتها ببدايتها المزرعة الصغيرة يعني أنتما ما شفتوا هي لساتها موجودة بحجرة يعني تحتاج إلى وحتى تجهيزاتها تجهيزات تقريبا بسيطة بداية يعني أول شي حصل على الذبابة من الطبيعة أنه راح هو بالبداية يعني دور بالطبيعة لحتى ما يقدر يحصل على الذبابة الأولى وأكثر هي الذبابة مرة تانية ومرة تالتة لحد ما صار بهذا الشكل ولكن دورة الذبابة العمرية هي تقريبا 40 يوم بالتالي إنتاجها ممكن يكون كتير كبير ممكن يعني إنشاء مزارع كبيرة لإنتاج العلاف أولا يعني كانت الجانب الأهم أنا بأعتقادي بالإضافة لجانب تأمين العلاف هو موضوع التخلص ولو بجزء بسيط من النفايات والفضلات الموجودة وتحويلها إلى شيء يمكن الاستفادة منه للثروة الحيوانية حتى أنه موضوع بحسب ما ذكر لي الدكتور بأنه القيمة الغذائية للأعلاف أو للبيوت أو اليراقات اللي بتتحول من بيوت ليراقات قيمتها البروتينية عالية جدا هذا الشيء ممكن يساهم بتغذية الدواجن والأسماك بشكل كتير جيد بيعمل لهم طاقة غذائية بتساعدهم على النمو وبالتالي إنتاج أكثر من البيوت أو من الأسماك في حال كنا نتحدث عن مسامك وبالتالي يعني وفرة أكبر بالإنتاج وتأمين سلعة جيد يعني بيخفف ولو نسبيا من أسعار هذه المواد في حال كان إنتاجها عالي وأكبر طيب هذه يعني ذكرت أنه الدكتور هو من ذهب بنفسه وجلب هذه الضبابة بهذه الحجرة ويعمل في حجرة صغيرة هل يعني هناك من يعمل معه بهذا المشروع هذه عم تسمعني هذه للأسف ما عم بقدر إسمع صوتك يعني أكيد الزملاء رح يعودوا الاتصال بمراسلنا هذه تعطين من عفرين ولكن أصبح الاتصال جاهز مع الدكتور أحمد ليلى وهو مدير مركز نوات لأدراسات العلمية هو معنا أيضا من عفرين أهلا بك دكتور بداية يا أهلا وسهلا تحياتي لكم نشويل كنا عم نسأل أنا وهادي عليك عم نقول الدكتور حينضم إلينا لاحقا فحابين نحكي أكثر عن هذا المشروع شو حاب تخبرنا تمام والله بداية بتشكر أولا على هذا اللقاء نحن كمركز للدراسات العلمية مركز نوات للدراسات العلمية عملنا على هذه الفكرة من حوالي سنة ونصف كللت بالنجاح مؤخرا بعد ما تأكدنا من التجارب وتأكدنا من النتائج النظرية اللي نهادرنا نصلها حاليا بتل ما بتل ما يعني رافقنا استاذ هادي بجولته قدرنا نصل لمرحلة كتير كويسة أنا أعذروني بس بطريق سفر نعم نسمعك بشكل واضح دكتور أحمد فضل نعم فبصراحة نحن من حوالي سنتين عندنا كان استقراء أنه ممكن منطقة تقبل لا سمح الله على حالة من الجفاف بسبب التغيرات المناخية واشتغلنا على عدة أمور من أهم ضمن طبعا قطاع الأمن الغذائي على موضوع إنتاج الأعلاف البديلة من أهم الأبحاث المجرات بما يتعلق بالأزولة وعدس الماء وأيضا بشيء نوعي من خلاله نحن ممكن نأنتج مادة غنية بالبروتين تنافس الخامات العلفية المستوردة للبلد من أهم الصوية المراقبين إجمالا خاصة المختصين بمجال الأجواء أو الأرصاد الجوية بيعرفوا أنه في قلة بالهطول المطري نزلت تقريبا للثلث من ثلاث سنوات إذا عملنا مقارنة نحن مع سنوات سابقة هذا الأمر مؤشر خطير والدليل على الأرض هو ارتفاع أسعار الأعلاف التي ارتفعت تقريبا بحدود 33% بناء على الأرقام المرصودة بين إيدينا فلأجل ذلك صراحة أنا وفريقي بمركز نوات عملنا على عدة دراسات وهي عبارة عن عدة أفكار متكاملة يمكن لمربيئ الثرب الحيوانية يستفادوا منها لحتى يرفعوا من نسبة هامش الربح اللي ممكن يحصلوا بالتالي ممكن هذا الشيء يساعدهم بتربية الثرب الحيوانية وحل مشكلة استيراد الأعلاف بالدولار وبطل ما يعني عرضتوا بالتقرير قدرنا نصل لهذا المستوى بالنسبة للبي اس ايف أو ذبابة الجندي الأسود اللي عنده قدرة أنه خلال 12 يوم يمكن لواحد قرام منها تتحول إلى مادة غنية بالبروتين بنسبة تقريبا خمسة آلاف ضعف خلال 12 يوم وهذا الشيء نحن ممكن نشتغله على أي مادة عضوية متوفرة في المنطقة ابتداء من فضلات الحيوانات انتهاء من فضلات المنزل أو حتى المعامل الغتائية دكتور أحمد أكيد يعطيكم ألف عافية يعني يمبين أنه مشروع الأول من نوعه في سوريا بظل الإمكانيات صعبة عام تشهدها سوريا إذا حكينا شوي عن المشروع هو يعني أنت وفريق تعمل به من هم الذين يعملون معك نحن كمركز للدراسات أسسنا بال2013 بالغوطة الشرقية في الحصار واشتغلنا بعدة مجالات نفس الفريق نفس الفريق للأمانة وليس نفسه دائما يعني زيادة بالأعداد زيادة من الباحثين والأكاديميين إن كان متطوعين أو إن كان أيضا باحثين موجودين معنا بالفريق هذا الشيء يعطينا غنى بدراسات والأبحاث اللي نحن عم نشتغل عليها تعلمنا بالحصار بصراحة أشياء كثيرة ما ممكن نحن نتعلم لا بالكتب ولا بربما الجامعات بسبب صعوبة الحياة وهذا الشيء يعطانا خبرة جيدة ونقلنا هذه الخبرة بعد التهجير بال2018 تهجرنا الشمال السوري ونقلنا بعض هذه الخبرات وحاولنا نكمل هذا المشوار كمركز بحث علمي تطبيقي الفريد من نوعه في الشمال السوري نعم نعم ده حكينا شوي عن ظروف العمل يعني من شوي عمله لهادي ما خفت أنت عم بتصور فقال لي أنك تعم صور من بعيد ظروف العمل مع الحشرات أنت والفريق وأيضا كيف يتم العمل والله الأمر يعني كان بالبداية مستهجن وغريب وحتى نحن لما نطرح الفكرة على أي جهة فنوعا ما بيكون الأمر مستغرب ولكن لما نحن كباحثين ننظر للأمور نظرة مستقبلية لبلدنا وشو الصعوبات اللي ممكن يعني تواجهنا فالأمر يستحق التجربة في ظل أنه هذه التكنولوجيا الحيوية جديرة بالاهتمام لأنه ممكن تساعد بدرجة كبيرة على رفت الاقتصاد الوطني أو الانتاج المحلي من مادة غنية بالبروتين بطريقة سريعة جدا مقارنة مع الطرق التقليدية من الزراع طبعا ولكن بعدما الواحد يعني بتلأي مصلحة بتلأي مهنة بعدما يتم العمل فيها فبيكون الأمر سهل طبعا نحن ما بيهمنا الانتاج بقدر ما بيهمنا نشر الفكرة في المجتمع لنقدر نساعد الناس وخاصة المربين ثرب الحيوانية هل نجحتم بنشر هذه الفكرة وفعلا يعني لقيتم قبول حول مثل هذه المشاريع نحن بداية يعني من حوالي ثلاثة أشهر أن هنا الدراسات التجريبية الأولية نعم الأولية وتأكدنا من النتائج يعني الأساسية يلازم نحن من خلالها ننطلق ونشر هذه الفكرة في المجتمع حاليا نحن في صدد يعني تدريبات عملية في منطقة قباسين بالتعاون مع الهيال القطري ومنظمة بنيان بتدريب لأول مرة في سوريا على تربية هذه اليرقات اللي إن شاء الله تعالى ممكن تكون مهن للناس طبعا بين قوسين هذه المهنة أو هذه المصلحة ممكن تشغل مئات ليد العاملة وتأمين فرص عمل وتأمين فرص يعني عمل ضخمة بسبب أولا وجود موارد مهدورة لأهم الفضلات الموجودة أو النفايات الموجودة في طبيعتنا اللي ما حدا بتطلع فيها بصراحة بسبب يعني مثل ما أنت مستغربة مثلا أنا كيف بدي روح على مكب النفايات وأنا أشتغل فيه نحن بصراحة يعني دائما ننظر إذا كنت بتدخلي على سوريا وتتفرجي يعني كيف النساء والأطفال عم يدوروا ضمن مكبات النفايات عن ربما رغيف خبز أو ربما بعض الأشياء اللي ممكن تباع نحن هدفنا من هذا البحث أو هذا المشروع أنه نقدر إن شاء الله تعالى نعطي كرامة لهذه الناس ويشتغلوا بحرفية ويقدروا يطلعوا منتج يدر عليهم المال ويستفيدوا منه ويعينوا على حياتهم إن شاء الله أكيد يتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله يا رب يستقبلك مرات أخرى ويعني هالمشروع أصبح بشارية عديدة وفعلا تحمل الخير ويعني سهولة الحصول على الأعلاف بالنسبة للمزارين وحل كل المشكلات المتعلقة بالأسماك وأيضا الأغنام أيضا يمكن لليرقات أن تستخدم بالدرجة الأولى الأسماك ثم الدواجين ويمكن أن تجفف وتضاف للخلطات العلافية بالنسبة لباقي أنواع الثروة الحيوانية شكرا لك جزيلا شكر دكتور أحمد ليلى مدير مركز نوات لأدراسات العلمية كنت معنا من عفرين وأكيد بدي تشكر مراسلنا هذه تعطينا على جهوده أنا أسف أخرت كثير هذه شكرا